سنة من بعد الانفجار الأليم في عالم تخطط العوارض ومع تحس بأعب العوارض بس في كثير عالم ما تخططها وبعدنا لها حتى من بعدها بسنة العوارض بعدها موجودة والعوارض هو أنه واحد يكون حاسس بتوتر حاسس أنه على أعصابه كل الوقت حاسس بيخوف حاسس بيقلة نوم حاسس بيكويبيس بالليل حاسس بيقلة تركيز حاسس أنه ما عنده المروة يعني أنه يشارك بحياته والاجتماعية أو يهتم بأولاده أو يروح على شغله هذه العوارض كلها إذا بعدها موجودة فينا نتخطيها بدعم نفسي من أهم العواميد لنقدر نكمل ونرتاح نفسيا هي أنه نهتم كثير بصحتنا من اتجاه النوم بالنسبة للنوم والنيوتريشيس فود ونهتم أنه يكون عندنا سيستم حوالينا بيساعدنا بظروف صعبة والرياضة كتير مهمة قدنا فينا شو ما كان إذا فينا نمشي منمشي إذا فينا نسباح ما كتير ضروري الواحد يحط أفرت تجوين الجيم يعني في عملها على بطريقة عفوية ومن أهم الأشياء كمان نفهم شو صار معنا فلازم يكون عندنا حدا نحكي معه لنهضم اللي صار ونطلع من ثاني ميلي مرتاحين والسنة منه وقت كيفي أبدا أنه واحد يتخطيها منه لحاله فبليز دعم النفسي أساسي ومتوفر للجميع اشتركوا في القناة